بقي بن مخلد الأندلسي من العلماء الذين تحملوا المشاق والغربة في تحصيل العلم روي أنه رحل إلى بغداد ماشيا على قدميه وكان جل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ليأخذ عنه العلم وقد حكي عنه أنه قال لما قاربت بغداد وصلني خبر محنة أحمد بن حنبل وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه فاغتممت لذلك غما شديدا فنزلت الموضع الذي نزلته فلم أعرج على شيء بعد إنزالي متاعي في بيت اكتريته في إحدى المناطق حتى أتيت المسجد الجامع وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتكلمون به فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يتكلم في علم الرجال فيضعف ويقوي فقلت لمن كان قربي من هذا فقال هذا يحيى بن معين فرأيت فرجة قد انفرجت قربه فقمت إليه فقلت له أبا زكريا رحمك الله رجل غريب نائي الدار وقد أردت السؤال فلا تستخفني فقال لي قل فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث فبعضا زكى وبعضا لا فسألته في آخر السؤال عن هاشم بن عمار وكنت قد أكثرت من الأخذ عنه فقال أبو الوليد هاشم بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة ولو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لمخبره وفضله فصاح أهل الحلقة يكفيك رحمة الله عليك غيرك له سؤال فقلت أنا واقف على قدمي أكاشفك عن رجل واحد أحمد بن حنبل فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفضلهم فخرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل فدللت عليه فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار وهذا أول دخولي هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة أي جامع سنة ولم تكن رحلتي إلا إليك فقال لي وأين موضعك فقلت المغرب الأقصى فقال لي أفريقية فقلت أبعد من ذلك أجوز من بلد البحر إلى أفريقية فالأندلس فقال لي إن موضعك بعيد وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك فقلت له بلى قد بلغني وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك فقلت له يا أبا عبد الله هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في زي السائل فأقول عند باب الدار ما يقولون فتخرج إلى هذا الموضع فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفايتي فقال لي نعم بشرط أن لا تظهر في الخلق ولا عند أصحاب الحديث فقلت على شرطك فكنت أخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل ورقي ودواتي في كمي ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله والسؤال هناك كذلك فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له وولي بعده من كان على مذهب السنة فظهر أحمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته وكانت تضرب إليه آباط الإبل فكان يعرف لي حق صبري حتى أني كنت إذا أتيت حلقته فسح لي وأدناني من نفسه ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم ثم يقص عليهم قصتي وحدث ذات مرة أن اعتللت ففقدني من مجلسه فسأل عني فأخبر بعلتي فقام من فوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه وأنا متجع في البيت الذي كنت اكتريت وفراشي تحتي وكسائي علي وكتبي عند رأسي فسمعت كأن البناء قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون حين أبصروه هذا إمام المسلمين يقبل فبدر إلي صاحب البناء مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك فدخل فسلم وجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعهم حتى صارت فرقة في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم فما زادني على هذه الكلمات فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله أيام الصحة لا سقم فيها وأيام الثقم لا صحة فيها والمعنى أن أيام الصحة لا يعرض المرض فيها بالبال فتقوى عزائم الإنسان وتكثر آماله ويشتد طموحه وأيام المرض الشديد لا تعرض الصحة بالبال يا أبا عبد الرحمن أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية فرأيت الأقلام تكتب كل لفظة ثم خرج عني فأتاني أهل البناء يلطفون بي ويخدمونني حسبة فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وثالث يأتي بأطايب الطعام وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح لي